أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الشباب والمرأة هما القوة الرائدة في جميع مسارات عملية الإصلاح وحث جلالته المرأة خلال لقائه ممثلات عن القطاع النسائي على المشاركة الفاعلة في جهود الإصلاح السياسي مؤكداً أهمية مساهمتها في إنجاح عملية التحديث السياسي خلال المرحلة المقبلة مبيناً أن صوتها مهم جداً في هذه العملية ولفت جلالة الملك إلى توجيهه لمختلف المؤسسات بضرورة العمل بقوة على تعزيز دور المرأة وتمكينها في سوق العمل والتنمية الاقتصادية